جميعهم بيعدلون النظام بيخلون نائبين للرئيس زين مجلس إدارة ستة يا جماعة رئيس ونائبين رئيس يعني كم عضو بقه كل هذا عشان أراضي نادي وراضي شخص شهد تطويرها مجلس إدارة فيه ستة أحطنا رئيس ونائبين رئيس والثالث النائب 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 الرافقة العربي ابن العنادي لأن اتحاد الغدم بيخلون ستة عباء خل المرأة غير ابو فاهد ويا أبو عثمان غير نائب للدارة هم بيحطون نائبين يعني انت اليوم مجلس دارة ستة يعني فيهم رئيس واثنين نائبين رئيس ومنهم لعباء ثلاثة بس ثلاثة سبع مرأة هذه مرأة راح تكون انت اليوم تكلم عن ستة عباء زي ستة واحد رئيس واثنين نائبين رئيس ثلاثة بس اللي أعباء شالك يا جماعة والله والله يعني كل هذا عشان أراضي فلان وراضي فلنتان هذا ما يزعل عليه والنادي ما يزعل عليه يعني والله أمر أنا أنا أقول حق حق وزير الرياضة الأخ علي الموسى تدري هذا الأمر لو في السعودية مثلا والأمير عبدالعيز والتركي الفيصل يدري أن الاتحاد مثلا السعودي يبي يضبط نادي وما يبي يزعل نادي تدري اش يصير هناك كان ولا واحد منهم يشم الرياضة بكبرها يشمها بكبرها لأنه عندهم الوطن والمنتخب فوق أي نادي وفوق أي شخص تدري لو في قطر الشيخ جوعاني وصل له هالخبر أنه والله اتحاد قدم سلة طائرة يبي يراضي هالنادي وما يبي يزعل هالنادي واش تيش يصير فيهم هم نفسهم هم ما يشمون الرياضة كلهم يقعدون ببيوتهم تدري لو في الامارات أو حتى في البحرين سمو الشيخ ناصر بن حمد يدري هذا الأمر أنه والله ما يبي يزعلون الأندية عشان على بتطقاق المنتخب بتطقاق الاتحاد بتطقاق الدولة ما عندهم ما تشوفهم يقعدون بالرياضة هذا لو يصير في البحرين ترجمة نانسي قنقر